قبل ما نكمل حكايات أبونا لوقة سيدا روس والناس اللي عصروا وكانوا قدسين لكن كتير ما كانوش يعرفوهم عجبني بوست من إيفا فاهمي قلت أجبه لكم الأول بطول من حكايات أبائنا الكهنة قصة حقيقية هروح الكنيسة بس ما تاخدش العيال وردت هذه القصة على لسان أحد الكهنة قال ذهبت إلى إحدى السيدات لإفتقادها وأطلب منها الحضور للكنيسة فقالت لي إن عندها ولد وبنت دائمي الشجار وإني باشتمهم والمنولة نور ونار عشان كده أنا لا أستطيع ولا أقدر أن أروح الكنيسة كذلك كل شغل البيت علي وليس لدي وقت يقول الكهن أنه لما طال الحديث معها لإقناعها بالحضور بلا طائل وعدته بالحضور وهو يعلم يقينا أنها مجملة وليس إلا وأخيرا صليت وخرجت وفي صباح اليوم التالي وجدت هذه السيدة واقفة على باب الكنيسة الساعة ستة صباحا وقابلتني وهي تصرخ وتكرر وتقول أنا كذابة أنا كذابة وهتوب بس ما ياخدش الواد والبنت ولما هدأت سألتها إيه الحكاية فقالت لما وعدتك بالحضور لم أكن أنوي ذلك ولما نمت ظهر عليها السيد المسيح وهو حزين وقال لي ليه بتكذبي على بونا ومش عايزة تروحي الكنيسة قالت له ما انت شايف يا رب إزاي أنا مشغولة والولاد متعبين إزاي قال لها السيد المسيح إن كان الولاد معطلينك ممكن أخذهم منك الليلة وإذا كان شغل البيت تقيل عليكي أنا ممكن أخليكي 30 سنة نايمة على السرير ما تعمليش حاجة وغيرك يعمل لك كل حاجة روحي لأبونا واعترفيله وتكمل السيدة قائلة أنا لقيت السيد المسيح له المجد يبكي ويقول هو أنا أعطتكم اللولاد عشان تستخدموهم ضدي أعطتكم الصحة عشان تستخدموها ضدي أعطتكم الفلوس تقوموا تستخدموها ضدي وهنا صمت ربنا يسوع المسيح وانهملت الدموع من عينيه وقال كنت أريد أن تحضري لبيتي بدافع الحب وليس بدافع الخوف واختفى يا رب سمحنا على تعصرنا وعلى خطيانا أعطينا أن نفهم العطية ونشكر العاطي هب لنا أن نرضيك منقول من صفحة الأستاذ كمال لوس نكمل بقى قصص أبونا لوكا سيدا روس بيقول عائلة البرانشاوي عائلة عاشت في الفيون في زمان الكديس الأنبى إبراهم وفي الستينيات كان بعض منهم يسكن في منطقة كنيستنا بسبورتينج وكنت أزورهم وقد استمعت من كبار السن فيهم لأعجيب عاشوها مع الأنبى إبراهم إذا كان لم يمضي على نياحته سوى بضع وخمسين عاما وكانوا هم وقت نياحته في الشباب المبكر وقد طبعت صورة الحياة مع الأنبى إبراهم ملامحها عليهم جميعا بل قل أن ذلك الجيل كان يتحلى بالفضائل المسيحية والأصول والسلوكيات الحميدة فكان الجيل كله محافظا وخوف الله كان من ملامح الجيل في عمومياته أما الخصوصيات من جهة أولاد الله فقد زخر هذا الجيل بما لا يعد من القصرة من الأبرار والأطقية وكان أحد أفراد هذه الأسرة الدكتور تدرس البرانشاوي في أواخر الخمسينيات من عمره وكان أعمامه قد آصروه بما قصوا من جميع الوقائع التي عايشوها وهي تشهد لصدق الحياة مع الله وجمال النسك والطهارة وحياة الصلاة كما رأوها في الممارسة اليومية للقديسة الذي عاصروه ناهيكة عن الاتضاع وحب الفقرة بل وحياة الفقرة التي عاشها بينهم ورأوها مجسمة حقيقية وكانت زوجة الدكتور تدرس سيدة كديسة بالحق هادئة وتحيا بمخافة الله وكنت أشعر ببركة كبيرة وأنا أزور هذه الأسرة إذ أرى فيها نموزها لما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسيحية فالأمة التي تقتني هذه الفضاء القادرة بنعمة المسيح أن تربي أولادها كصمرة حية لبزرة الحياة المسيحية وزرع الله الذي لا يفنأ لم أسمع يوما عن هذه البارة أنها غضبت أو تعكر صفوها ففي ودعتها تنتص كل ملمات الحياة وتحولها إلى صلاة الصلاة وسيلتها والصلاة حياتها كانت عادة هذه البارة أن تطلب أن أصلي لهم أنديل من فترة أخرى ولا سيما إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضاً أو أنها كانت تمر بظروف من ظروف الحياة التي تأتي غير مواتية وكأنها الريح المضادة وطلبت إلي أن أعمل لهم أنديل وأعطيتهم معاد في السابعة صباحاً كنت يومها أعمل أنديل في بيت آخر قبل هذا المعاد ولأمر خارج عن إرادتي طرقت بابهم متأخراً نصف ساعة قبلوني كعادتهم بحبهم الذي اعتز به وأفرحاً أراه فيهم وجلست وهي الشرية وفتايل الأنديل وكنا نتحدث أثناء ذلك بكلام روح الجو كله يشع في النفس رائحة المسيح لم أكن متعجلاً صلينا القنديل ورشمتهم بالزيت المقدس لاحظت وأنا أرش المنزل بالماء أن الدكتور تدرس يبدو عليه بعض الارتباك ينظر إلى ساعته يسرع في حرقته ثم لمحت في الحجرة التي أرشها شنطة صفر عند الباب أدركت اللي ساعتها أنهم لابد مسافرون سألت وأنا خالي الزهد خير وأنتم مسافرين وقبل أن يرد الرجل تدخلت السيدة الوديعة وقالت بنعمة المسيح يا ابونا هنسافر أختي مريضة بالقاهرة وسنذهب لنظرها لأنها ستعمل عملية أرجوك اذكرها في الأدسات قلت لهم وأنا لم أفهم بعد يعني مسافرين اليوم قالت السيدة إن أزن الرب لنا سنسافر الآن قلت لهم أنتوا حاجزين في الديزل قالت بابتسامة غاية في الوداع نعم قلت الساعة كام؟ قالت ديزل الساعة تمانية ونص قلت يا خطيتي لقد أخرتكم وفاتكم القطر قال الرجل طبعا فاتنا القطر ولكن ماذا نفعل؟ قال الرجل موجها كلاما لزوجته أنا قلت نأجل الأنديل قالت ما حصلش حاجة يا خويا بنعمة المسيح نسافر قال الله الرجل وقد بدأ عليه الانزعاج إزاي يعني؟ عند إذن فهمت ما كان يدور خلفي وأنا أصلي ولكن لم أدرك تمام الأمر فقد حانت مني أثناء الصلاة التفاتة على همهما سمعتها فلما التفت وجدت الرجل يشير إلى ساعته لزوجته ولكنها وضعت إصباحة على فمها تشير إليه ألا يتكلم بل يحتفظ بالسكوت ويكمل الصلاة تأسفت أنني تأخرت في الحضور إليهم وكان ممكن لو نبهوني لأسرعت في الصلاة أو حتى أجلنا موعد صلاة الأنديل لحين رجوعهم من القاهرة لكنهم تأثروا جدا أنني أعتذر وأتأسف وقالوا لا زنب لك لأنك لا تعرف شيئا ونحن على هذه الحال قالت السيدة هل أترازل عليك يا أبي وأطلب طلب سخيف قلت لها أنا تحت أمرك قالت أنت معاك العربية قلت لها طبعا قالت لكي لنضيع وقتا في الحصول على التاكسي أرجوك ولو فيها تعب وصلنا لمحطة القطر قلت بكل سرور قال الرجل لماذا نذهب لمحطة القطر وقد فاتنا الديزل شيء غريب اللي أنت بتطلبيه قالت لرجلها آمن فقط نحن تأخرنا لأننا كنا نصلي والصلاة قادرة على كل شيء لقد نقلوا الجبال بالصلاة وشافوا أمراض بالصلاة وأطفاءوا قوة النار إحنا مش دايما نحكي عن أبا إبرام قلت هيا ما نضيعش وقت نزلنا السلم على عجل لأنهم كانوا يسكنون في الدور العلوي أسرعنا على للسيارة وبسرعة انطلقت بقدر ما أستطيع إلى محطة القطر كنت بيني وبين نفسي أقول أن هذا الإيمان وهذه البساطة التي تتحلى بهم هذه السيدة قادران أن يفعل المعجزات وصلنا بعد خمس دقايق للمحطة لأن بيتهم كان في الإبراهامية لا يبعد كثيرا عن محطة القطر أسرعنا نجري وعلى الباب سألنا أحد عمال السكة الحديد قطر كان قلت له الساعة تمانية ونص قال متأخر هو عشرين دقيقة وعشراء لجاعة قدوم القطر وإذا به يصل حالا للمحطة اندهشته ومجدت الله ساجنا في أعماقه ونظرت وإذا وجه هذه البارة يشرك بصفاء ثم نظرت إلى زوجها وقالت له آمن فقط نيجي القصة تانية جميلة من أبونا لوقة سيدا روس بيقول من الفضاء للمسيحية الغالية الإخلاص وقد حفل تاريخ الكنيسة المجيد بأمثلة لحصرة لها ضربت أروع الأمثلة التي تكاد تشبه الخيال مثال الأنبة البابا زخير ياس البابا 64 في عداد بطارقة كنيسة والذي تعرض للإضطهاد من الحاكم بأمر الله حتى أنه علقاه للأسود مرتين ولم تؤذيه بقوة الله لأنه كان إنسانا طاهرا بسيطا يقول التاريخ أنه كان لهذا الأب البطارقة تلميذ حبشي حسب عادة البطارقة كان لصيقا به يخدمه ليل نهار وكان مخلصا له أشد الإخلاص فلما صار أمر الحاكم أن يلقي البابا للأسود تمسك هذا التلميذ المخلص بهد بسوب سيده شيء عجيب لا يصدقه العقل ولكن لأجل هذا الإخلاص نجاه الرب من فم الإسود فصارت الإسود التي استأنست للبابا تأتي وتلحس قدمي هذا التلميذ المخلص كل إنه مثل إخلاص إليشع لسيده إلي وهذا الإخلاص الروحي يرتقي بالتلميذ إلى أن يشارك معلمه في الخيرات والقامة الروحية التي ارتقى إليها فهي ليست خدمة العبد في المسيح وشركة الصلاة والصوم والتقديس وحمل الصليم ومن الأمثلة الحية في التاريخ ذلك الأرخن المسيحي الحقيقي الذي كان يتولى منصب وزير فلما ظهره الحاكم في داره ووجد في أحد أركان منزله سيدة مسنة مريضة ومتهلكة فلما سأل عنها الوزير الكبتي قال له هي زوجتي يا سيدي فما كان من الحاكم بعد أن انصرف أن أرسل هدية إلى الوزير سلاس فتيات حسان المنظر وقال له لك أن تتزوج من تشاء إذ كان الحاكم قد راثة لحال وزيره الأمين ويقول التاريخ أن الوزير رد إلى الحاكم هديته شاكرا له وقائلا أن زوجتي يا سيدي في نظري أجمل نساء العالم كله وأنني سعيد بها ولا أعرف غيرها هو في الواقع إخلاص روحي عميق نابع من عمل الروح في سر الزيكة سر الارتباط الأبدي الجسد الواحد والروح الواحد ليس إخلاصاً اجتماعياً ولا إنسانياً ولكن قد برهن هذا الوزير المسيحي أن الأمر أن الأمر أعمق من الجسد وحاجات الجسد وزينة الجسد وشهوات الجسد التي كلها من طراب وإلى طراب ولماذا نحصر الأمر في تاريخ ماضي وكنيستنا حية وتاريخها ممتد غير مائد فقد رأيت بعيني عشرات الأمثلة من هذا الإخلاص الروحي كنت أزور أحد أحبائي في اسكندرية وهو مدرس ناجح مشهود له بعلمه وإخلاصه وبازله وقد أصيبت زوجته وهي في الأربعينيات بمرض الروماتويد فأقعد عن الحركة وشوها منظر أطرافها فانسنت يداها ورجلاها إذ قد تورمت مفاصل أصابعها انسنت في أشكال مؤلمة للنفس حينما كنت أزوره كان يجلس لجواره في حنان بالغ يقبل يداي ويقول دي زوجتي العزيزة وبركتي في حياتي وأنا غير أهل لها كان جميع جيرانه وعارفيه أحبائه يرون كيف يخدمها بلا تأفف ويزيد في إكرامه وحبها شيء مهول ظل سنوات هذا عدده يزداد من إخلاص إلى إخلاص وحينما اخترها الرب ليوني عتعبها لم يصدق الناس مدى الحزن والدموع التي عاشها هذا الرجل المخلص لقد برهن بحياته وسلوكه أن الارتباط المسيحي يرقى عن الجزدانيات بمقدار معالة السماوات عن الأرض ومثل آخر فائق للإخلاص الروحي رأيته في شابة في مقتبل العمر كان زوجها يعمل في أحد مكابس القطن وقد فجعت الزوجة بحادث مروع لزوجها إذ سقطت إحدى بالات القطن عليه فهشمت صهره نتج عنها الشلل كامل في نصف جسده الأسفل فصار كسيحا مدى الحياة لا يتحكم في شيء ظلت هذه الشابة المخلصة وهي إنسانة متدينة طقية كثيرة الصلاة والصومة ومحبة لحياة الكدسين ظلت تخدم زوجها المقعد مدى الحياة وعبثا حاول من حولها أن يؤثر عليها أو يغير فكرها من أن توقف حياتها على خدمة إنسان كسيح فمن حقها أن تطلق وأن وأن ولكن إخلاصها كان عظم من أن يتأثر بكلام الناس وكانت تقول إننا في الكنيسة وفي السر المقدس لم نرتبط على أساس الجسد فقط بل صرنا روحا واحدا ونفسا واحدة والجسد مآله الطراب وظلت هكذا أمينة وفية مخلصة لزوجها وكان رب يؤثرها بقوة ووجهها يشرك بالنعمة وكانت أنت كرست حياتها بإخلاص وكان زوجها يجد فيها خير عزاء إذ كانت تشجعها الشكر والصلاة إلى نهاية الحياة ومثال آخر للوفاء والإخلاص مرعيته في أب كاهن جرب في زوجته تجربة صعبة إذ أصيبت بمرض نفسي فكانت تجن في داخل بيتها ولم تكن الأدوية ذاتها مفعول يذكر هذا الأب أغلق نوافذ بيته ودأب على خدمة زوجته بإخلاص منقطع النظير إذ كانت معظم وقتها غائب عنوعية فكان يخدمها كعبد وخادم ويقوم لها بكل حاجيتها في صبر وشكر وإخلاص على مدى 15 سنة ولم يعلم أحد من شعبه ولا محبيه مقدار ما بزل في الخفاء إذ كان رجلا يحتفظ بأسراره كمؤتمن من الله وكان يقول لي صدقني يا أبي أنا العبد البطال الذي لا أفعل ما أمرت به ربنا أحباني واخترني لكي أخدم وأنا أشعر بتقصير شديد من نحو خدمتي لزوجتي شيء مدهش حقا ولكن ليس كثيرا على روح الله الذي يعمل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المصرة إلى هنا انتهى الجزء السبعة واربعين وإن شاء الله في الجزء تمانية واربعين نشوف مفاجآت أخرى وكسص أخرى جميلة إيه رأيكم نكمل ولا زهقته شاركونا في التعليقات ولو أعجبكم الفيديو يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات ويريد تشاركوه مع أصدقائكم ومع الجروبات المسيحية وأنا هسيب لكم لينكات الأجزاء السابقة في الوصف وفي التعليق وشكرا لكم